بعد ما عملنا فوق المتين حلقة على مدار أكتر من ثلاث سنين هنا في قصة حقيقية أغلبهم عن المشاكل الزوجية طبعا في محافظات كتير أنا شفت حاجة مهمة قوي سواء بقى في مشكلة رانيا بطريق قصة حقيقية النهاردة أو المشاكل اللي شبهها عند الستات بتعاني مع جوازها مش قادرين يطلوب الطلاق الملحوظة دي باختصار إنه مفيش مر شفت فيها ست تعيسة في حياتها ونفسها تتطلق من جوزها سواء بقى كان خاين مدمن بخيل بيضربها إلا و أهلها مش راضين يطلقوها ويرجعوها لي بالعافي فكل القصص دي لقيت كده الأهل كانوا سبب رئيسي في المشكلة من الأول هم اللي ورطوها في الجوازة دي دايماً بلاحظ أنه في النوعية دي من المشاكل إن الأهل هم اللي بيجبروا بنتهم على الزوج اللي هي مش عايزها أصلاً من الأول هم اللي بيخلوها تبعيزة تهرب منهم بأي شكل توافق على أول عريس بييجي من كتر الضغوط والمشاكل اللي هي بتشوفها معاهم حرام هي بقى فاكرة إن الجواز بقى ده خلاص هيحل كل مشاكلي لحد ما تكتشف إن هي هربت من مشكلة كبيرة لمشكلة أكبر منها نفس الأهل اللي ورطوها في الجوازة دي خلوها تختار غلط من البداية هم اللي بيتعاملوا معاها بعد الجواز بمنطق قاوع البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ما عندناش حد بيرجع يا حبيبتي عائلتنا ما فيهاش طلق الله ما فيش قدامك غير إنك تستحملي استحملي وإنتي سكتة قضي اللي بقى من عمرك كله في السجن اللي إحنا اضطرناك ورميناكي فيه بقدينا إن أنت تروحيله كده وإنتي ما كانش لي كزم بحبيبتي وده بقى اللي بيحصل فيه كوارث ملاش آخر بنشوف بقى حوادث غريبة بقى زوجة بتقتل جوزها ستنا ريحته وواحدة تنتحر تقتل نفسها اللي بتهرب أو اللي بتخون أو اللي بتبقى في سكة مش كويسة أضع في حاجة بيجي لعقد نفسية وأمراض وبتروح لعيالها الأمراض دي ويطلعوا نمزج مشوهة في مجتمع زي ده بيطلعوا مش أسوياء حرم عليكم إحنا اللي بندمر المجتمع ده بأدينا وبنتلع شخصيات مريضة معقدة عشان بنعمل كده في عيالنا نفضل طول الوقت في دايرة كده عملا تكبر وتوسع تكبر وتبتأثر على المجتمع كله رانيا أهلك كل زيهم مش بس أزوك يا حبيبتي ولا هم بيأزو بناتهم لأ عمين بتأزو الأجيال اللي جاية بتحطوا فيهم أزمات ومشاكل من جيل لجيل بييجي بقى ولاد الناس الكويسين اللي بيحاسبوا على المشاريب زي ما بيقولوا بنلاقي شخصيات معقدة نضطر نتعامل معها في المدرسة أو في الجامعة أو في الشغل ونروح إحنا اللي نتعالج لأنه المريض النفسي عمره ما يروح يتعالج مقساة كبيرة جدا جاهل ظلم فترة طب إحنا بقى عايزين الدايرة دي تقف يا رانيا لازم كل واحدة بتعاني من الظلم نعم ما تسكتش ما تسمحيش باللي حصل ده ما ينفعش ما متكسكتت زمان صح ما كانش ليها موقف من أي حاجة كان بتحصل أو تجوز عليها وانتي جوزك تجوز عليك ما تكملي وتسكتي اتضربت وتهنت ما انتي كمان اتضربتي وتهنتي عارفة يعني إيه تكسرلك مناخيرك ده بيدرب ضرب مبرح إنه هو يعمل كده أصلا مش مقبولة ده كله بيطلع على عيالك الصغيرين يا حبيبتي رانيا زي ما دايما بنقول في كل حلقة العهدة على الراوي يعني اللي حكالنا إحنا اللي بناخد كلامه ثقة وجد وكلها قصص بتيجي منكم ربنا شاهد فإحنا ما سمعناش لا من جوزك ولا من أهلك ولا من أهله لو كل حرف قلتي صح يبقى لازم تعملي وقفة انتي ما عملتيش وقفات كتير قوي في وقفات كتير قوي كان لازم مالس خصوصا إنه دلوقتي في بلدنا وضع الست المصرية اختلف كتير عن زمان عندنا المجلس القومي للمرأة زي ما دكتور أمل قالتلك فيه محكمة الأسرة فيه قوانين قوية تحميلك حقك وعايز أقولك إنه القوانين بقت في صالحنا إحنا ده رجالة هي اللي بقت شتكي فيه عندنا كمان مبادرة لمش همل من الأظهر الشريف عشان يحلوا مشاكل الستات اللي زيك والمجلس القومي للمرأة زي ما قلتلك وأنا عادة مع أمل عايز أقول على خط الساخن بيستقبلوا مشاكل كل بنت وست فوق 18 سنة الرقم ده هو 15-11-5 بيستقبلوا الشكاوى والمشاكل بيقدموا لك المشورة القانونية والاجتماعية كل يوم من 9 الصبح لتسعة بالليل فيه كمان عندهم رقم واتساب زيرو مية سبعمية اتنين وخمسين خمسة ستمية عشان لو كمان حب تبعت لهم ممكن اسم اس عندهم عايز أقولك أنه كمان مبادرة لمش همل تسعتاشر تسعمية وستة تسعتاشر تسعمية وستة كلميهم بقى في أيام العمل الرسمية تبعت لهم اسم اس على عشر عشرين يا رب بيحلولك مشكلتك وأكتر حاجة مطمناني أنك قلت أنه رغم كل عيوبه دي هو بيحب أولاده مش عارف يعملهم حاجة يمكن لو جات جهات قوية تتكلم معاه تتدخل يحسسوه مش عتي بتقولي سعب يبقى كويس معاكي يمكن يمسكوا ودنه أكتر من أهله يمكن يمسكوا ودنه بالصح أكتر من إخواته اللي بيقلبوا عليكي بسمعتي معايا نصايح دكتور أمل عمرنا ما هنرضى بخارة ببيت كنا شايفين حتى على النات كان في قصة وواحدة طالع لعيف وبتقولوا وكسروا لها سنانها وعملوا لها ما تسكتوش اطلعوا والكلموا في كل حتة وحاولوا على قد ما تقدروا قوى حد يسكت على الظلم خلاص دا كان زمان ستات زمان غير ستات دلوقتي بمعنى نحن تعلمنا نعرف نجيب حقنا ومش نرضى بالإهانة ومش حاجة ما هنقعد عشان خطر عيالي ليه؟ أنا عايزة عيش وأنا قادرة عيش باي باي